السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن واله اللهم إنا نسألك فعل القيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بقومنا فتنة فتوفنا غير مفتونين ونسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى وصف الجنة والنار اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نعوذ بك من النار اللهم إنا نعوذ بك من النار اللهم إنا نعوذ بك من النار ونتناول في سلسلتنا هذه كتابين من كتب أهل العلم كتاب ابن القيم عليه رحمة الله هذه الأرواح إلى أبلاد الأفرح وكتاب ابن راجل الحنبالي عليه رحمة الله التخويف من النار والتحذير من دار أهل البوار نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الجنة وأن يقينا النار وأن يجعلنا من من يستمعون القول فيتبعون أحسنه ومضى الكلام في رحلتنا هذه في الإيمان بالجنة والنار وأين هما وما درجاتهما ومن أكثر أهل الجنة ومن أكثر أهل النار ومن أعلاهم منزلة وكيف تكون منزلته ومن أدناهم منزلة وكيف تكون منزلته سواء في الجنة أو في النار وذكرنا مشروبات الجنة وبعضا من طعام الجنة وذكرنا الزقوم عياذا بالله منها ومن طعام أهل الجنة كذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة طيرا أمثال البخات فقال أبو بكر رضي الله عنه وعرضاه والله يا رسول الله إنها لنا عمة فقال عليه الصلاة والسلام أنعم منها من يأكلها وأنت ممن يأكلها يا أبا بكر أنعم من الجنة أهلها وهذه الطير الكبيرة ناعمة كالمراكب ناعمة كأنها تسير وتمشي في نهر الكوسر كأنها البخات وأبو بكر رضي الله عنه وعرضاه بشر أنه ممن يأكل فيها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده كما يتكفأ أحدكم خبزته في السفر لأهل الجنة فأتى رجل من اليهود فقال بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم ألا أخبرك بنزل الجنة يوم القيامة قال بلى قال تكون الأرض بزة واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فنظر النبي عليه الصلاة والسلام إلينا وضحك حتى بدت نواجزه ثم قال ألا أخبرك بإدامهم قال بلى قال إدامهم بالآدام والنون فقال وما هذا قال ثور ونون يأكل من زيادة كبدها سبعون ألفا في الجنة ثور يسرح في أراضيها ويأكل منها يشبع أهل الجنة وزيادة كبد الحوت حوت في الجنة حناكل سمك في الجنة وكبد الحوت من ألز المأكلات في الوجود اللهم ارزقنا الجنة يا رب يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من يدخل الجنة ينعم فيها ولا يبأس أبدا هذه دار النعيم اللهم ارزقنا الجنة يا رب قال عبد الله بن المبارك إن بإثناده إلى كعب رضي الله عنه أرضاه إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة ادخلوها لكل ضيف جزورا وإني أجزوركم اليوم فيأتى بثور وحوت فيجزروا لأهل الجنة مش كل ضيف بينزل عند حد بيطعمه طب ضيف ربنا في الجنة يكلوا إيه فيؤتى بثور وحوت فيجزروا لكل أهل الجنة قال الله عز وجل قطوفها دانية حتى الثمار دانية وقريبة منهم يأكلون ويأكلون الفاكهة كذلك قال الله عز وجل كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل سمار الجنة كما قال نبي عليه السلام ليس في الدنيا ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء يعني المانجو نعرف اسمها المانجو نعرف اسمها الفراولة نعرف اسمها فقط أما طعمها في الجنة فيختلف تماما هذا لرفع حالة الاستغراب أو حالة التساؤل فقط نعرف أسماء الأشياء تعرفوني أحباب أحيانا يكون الضيف في مكان فخم يستحي من المطعمات التي لا يعرفوا اسمها يدخل المطعم مش عارف مكسوف يطلب مع أنه هيدفع فلوس ومكسوف يطلب لأنه لا يعرف أسماء الأشياء الجنة لا شيء فيها غير معروف الاسم ولكن وأوتوا به متشابها الحكاية حكاية شبه التفاح يشبه التفاح لكن طعمه يختلف تماما وأوتوا به متشابها يعني حين يطوف عليك الولدان المخلدون تستغرب تقول يعني هو أنتو حضراتكم يعني ما عندكوش إلا أناناس أنا ليس وكر أناناس من شوي يقال لك لا هذه تختلف فقط الاسم مثل الاسم ولكن الطعم يختلف تماما وقيل بل وأوتوا به متشابها ليس فقط كل سمر لها طعم بل كلما تناول منها شيئا وجد تناولها الجديد أطعم وألز منها وقيل إن الله تعالى فدى إسماعيل بكبش أقرا هذا الكبش رعى في الجنة أربعين خليفا وقد ذكروا أن الكبش الذي قربه ابن آدم فتقبل منه كان مخزونا له حتى فدي به ابن إبراهيم اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار يا أرحم الراحمين ثم إن لأهل الجنة شرابا كما إن في الدنيا نحب مع الأكل الشرب كذلك في الجنة يشربون فيها عجائب وأشياء مذهلة قال الله عز وجل مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعم وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفة عجائب عجائب الأنهار قال الله عز وجل ولبن فيها من كل الثمرات حالة النقلة من المشروبات إلى الطعام ولبن فيها من كل الثمرات تحكي لك اختلاط ذلك ودخول ذلك مع ذلك وذكرت اليوم هذا الصنف من أنهار الجنة لألحقه بالطعام لأن اللبن طعام مشروبات هي أكل اللهم بارك لنا في طعامنا وزدنا منه اللهم بارك لنا في طعامنا وأطعمنا خيرا منه مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس ماء أنقى ما يكون غير آس يعني لم يتغير طعمه أي غير آس يعني ليس كالماء الآجن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه لبن من أنقى ما يكون من أجود ما يكون لعله لم تحلبه الأبقار خلق في الجنة وأنهار من خمر لذة للشاربين اللهم رزقنا الجنة يا رب أنهار من خمر وخمر الدنيا تختلف عن خمر الجنة اللهم رزقنا الجنة وقد أخذ الله تعالى على نفسه العهد أن من شرب من خمر الدنيا فإنه يسقيه من طينة الخبال عصارة أهل النار أنا كنت فرحان من الحالة أديم وذكرناش فيها النار خالص اللهم رزقنا الجنة واجرنا من النار يا رب ولكن هكذا من رحمة الله بنا أن تذكر النار لنزداد شوقا إلى الجنة ونخاف أن نحرم من خيرها رغبا ورهبا وأنهار من خمر لذة للشاربين سنتكلم عن خمر الجنة في اللقاء القادم بشيئة الله مع مشروبات الجنة ولكن الشاهد أن من أراد الآن خمر الجنة فإن الجنة خمرها نهر نهر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفا أنهر من عسل لعله أيضا ليس من النحل وتأمل الترتيب ماء لبن خمر عسل ماذا عسى أن يكون سر الترتيب تنبئك خاتمة هذا الترتيب ولهم فيها من كل السمرات إذن الترتيب بحسب اللذة والطعم ماء لبن خمر عسل اللهم رزقنا الجنة وأجرنا من النار يا رب وتأمل حين يكون نهرا من عسل نهرا من لبن لا 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 ليس نهرا أنهار من لبن أنهار من عسل أنا أريد أن أرى هذا المشهد طائرا يا رب نطير في الجنة يا رب إن عايز أتفرج على أنهار من لبن وخمر وعسل ونطير في السماء اللهم أرزقنا الجنة وأجرنا من النار أرحم ورحم ولهم فيها من كل السمرات هو بس الفراولة ما تذكرتش لحسن يكون خمر الجنة فاشل إلا الرمان وطلح الموز لا 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 ولهم فيها من كل السمرات فيا عباد الله هذه الجنة وتلكم النار وكل دار تهيئت لساكنيها فادخلوا الجنة الآن بالأعمال تدرككم رحمة الله فيها وهربوا من النار بالتوبة النصوح وباب التوبة أمامكم مفتوح اشتركوا في القناة